ينضم إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد ياسر أجندة الجلسة الثالثة ومحددات النقاش نعم سينار منذ قليل اختتمت الجلسة الثالثة من الحوار الوطني التونسي وطبعا الأجندة اليوم تمحورت حول سماع المشاركين بالحوار إلى ممثلين عن الحكومة التونسية حول البرنامج الإصلاحي وما تقدمت به حكومة نجلاء بودن إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات هذا فقط ما تمحورت عليه الجلسة وانتهت على غير العادة في ساعات مبكرة من بعد ظهر هذا اليوم طبعا وفقا لعدد من المشاركين من القيادات السياسية الحزبية وطبعا الأكاديميين والنخبة والمنظمات الوطنية فكانت هناك بعض الملاحظات والتحفظات من قبل المشاركين بالحوار على بعض ما طرح من خطوات إصلاحية طرحها ممثلون عن الحكومة التونسية وكانت هناك المزيد من التساؤلات والنقاشات اللجنة الاستشارية للشؤول الاقتصادية والاجتماعية ستواصل اجتماعاتها ربما يوم السبت المقبل وسيتم وضع تصورات وبلورتها وكذلك مقترحات لإدخالها ودمجها في مقترح الدستور الجديد للجمهورية الجديدة الأوساط أيضا التي تشارك في هذا الحوار تحدثت بأن الدستور الجديد سيحمل في طياته جانبا اقتصاديا وبيئيا وكذلك تنمويا وهو ما سيميزه عن الدستير الموجودة في العالم بأسره كذلك الحال فإن الاجتماع المرتقب عقده يوم السبت المقبل سيكون ربما أكثر حدة في النقاش ما بين المجتمعين لسيما حول الأوضاع الاقتصادية وتصوراتهم للأربعين سنة المقبلة لتونس وكذلك بعد ذلك صياغة هذه الأفقار والمقترحات بنصوص قانونية لوضعها في التعديلات الدستورية المزمع إجراء استفتاء شعبي عليها في الخامس والعشرين من يوليو المقبل أبرز النقاط التوافق والنقاط الخلاف أيضا في هذه النقاشات ياسر لا يوجد نقاط محددة وواضحة لكن ما فهمته من المشاركين بالحوار بعد خروجهم من الجلسة بأن ممثلين الحكومة قاموا بعرض عنوين فقط حول البرنامج الإصلاحي ولم يغوصوا بالتفاصيل وتحدثوا عن ما هي البرنامج الإصلاحي بأكثر تفاصيل أمام عضاء الحوار أو المشاركين بالحوار الوطني التونسي بالأحرى وهو ما دفع إلى دعينا نقول حالة من التشنج البسيط والمعتدل وفتح باب المناقشات ما بين الحضور من جهة وممثلين الحكومة التونسية من جهة أخرى معروف أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي أيضا هو يتضمن خطوات ربما توصف بالصعبة على الصعيد الداخلي التونسي وكان تحدث عنها اتحاد الشغل الذي لم يحضر الحوار ويقاطع جلساته كان قد تحدث وحذر منها في وقت سابق مثلا رفع الدعم وتقليسه وأيضا وقف التوظيف بالدولة وغيرها من الأمور المالية والاقتصادية لكن اليوم فقط ما تحدث به الممثلين عن الحكومة هي مجرد عنوين لم يتم إعطاء أرقام أو إحصائيات إلى الحضور المشاركين في دار الضيافة بكرتاج بالجولة الثالثة من الحوار الوطني بمعنى أن هناك ضبابية سنار في التفاصيل حول هذا البرنامج الإصلاحي وما تم عرضه على الحضور داخل الاجتماع في الجلسة الثالثة من الحوار الوطني التونسي نعم إذن ياسر دبابش مراسل الغد من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر